رفع المتاريس وحفر الأنفاق على خطوط التماس أو ما بات يعرف بالسخرة أسلوب جديد تستغل من خلاله قوات النظام الشبان الذين تقوموا باعتقالهم في الأحياء المحررة من دمشق وريفها لجعلهم دروان بشرية في حربهم بتلك المناطق عشرات حالات الاعتقال لشبان بينهم طلاب مدارس سجلها مكتب دمشق الإعلامي في الأسابيع القليلة الماضية في كل من حيي التضامن والزاهرة الجديدة إضافة لمداهمة مجموعة من العناصر التابعين لفرع الأمن السياسي مدرسة مسلم عابدين التي تقع في الجهة الغربية من حي برزة دمشقي حيث يخطع هذا الجزء من الحي لسيطرة قوات النظام وميليشياته وبحسب المصدر فقد تم اغتياد المعتقالين لجهة مجهولة وشهدت الشهور الماضية في عدة محافظات ومدن أيضا حملات اعتقال للمدنيين بصورة عشوائية من قبل قوات النظام وذلك للضغط على ذويهم لمقايضتهم بمبالغ مالية محددة من أجل إطلاق سراحهم وبحسب ناشطين فإن هذه هي الطريقة الوحيدة لإخراج المعتقلين وإلا فإن مصيرهم الموت أو الاختفاء فيما تبين في الفترة الأخيرة أن نظام الأسد يستخدم بعض المعتقلين في عملياته العسكرية أو في الخدمة الإلزامية وفقا لما ذكرته عدة مصادر ميدانية